اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا تمثل تكيفا للنباتات الصحراوية يعني مش صحراوي لا تمثل تكيفا النباتات الصحراوية شو بتسويش اوراقها كبيرة اورقيقة هل اوراقها كبيرة اورقيقة النباتات الصحراوية لا الهشوك اوراقها شمالها بتكون اسميكا كثير شو نوع الغذاء المناسب لشكل منقار الطائر المجاور بالاغذية الاتية شو هذا شو هذا هو منقاره شو بناسب هذا بناسب الأسماك هذا يقدر يوكل سمكة بناسب راح يقل الأزهار هذا يقدر يشيم لازم مقار يكون طويل يقدر يوكل لحم لا إذن بس للحبوب شو الغذاء المناسب من شكل المنقار فقط الحبوب نطلع على السؤال الثاني ننقارب بين البيئة الصحراوية والمراعي والحقول من حيث الحرارة البيئة الصحراوية شو مالها مرتفعة المراعي والحقول يعني متوسطة الأمطار قليلة هنا مقبولة النباتات النباتات شوكية صغيرة الأوراق زي الصبر هنا أعشاب خضراء أو نباتات متنوعة زي النخيل الحيوانات أو الإنجيل يعني بيصير الإنجيل بيصير ممكن تقول اللي هي أشجار الصرو ممكن يكون في المراعي والحقول من نباتات الزهور الحيوانات زي الجمل والثعلب هنا الماعز والأبقار نطلع على السؤال الثالث شو كيف الموجود لدى النبات في الصورة الآتية الأوراق صغيرة الحجم شو مالها الأوراق هون صغيرة الحجم السؤال الرابع ولاحظوا الصور الآتية ثم أكمل الجدوال الذي يليها شو اسم الحيوان هون النيص طلعوا النيص صاث له أشواك حادة وشو بيما له هذا مشان يحمي من الأعداء الحلزون زي القوقع له قوقعة وبيحمي الجلداء الرخوي بيحمي الجساد الرخوي إذن للحماية ولون الحرباء في الصورة المجاورة باللون المناسب إلى النباتات في الصورة كيف بيطلع لونها؟ بيطلع لونها أخضر ليش اخترت هذا اللون الأخضر رح يطلع؟ لأنه اللون الأخضر يشبه بيئة الغابات الخضراء أكتب مكونات البيئة اللي بتمثلها الصورة الآتية شو المكونات البيئة هون؟ الأسماك والأعشاب والماء والصخور هي المكونات الحية وغير الحية أصل بين مفهوم العلمي وتعريف المناسب في الجدول شو المكان اللي بعيش في الكائن الحي بيأثر فيه وبتأثر فيه؟ شو التكييف؟ وجود صفات خاصة في الكائن الحي بتساعده على البقاء حياً في البيئة اللي بعيش فيها شو البيئة الشتوية؟ إنه يتنام طول فصل الشتاء شو التلونة تغير لون الحيوان حسب لون المكان الموجود فيه؟ تطلع السؤال الثامن تعمل الصور الآتية بعد ممل الجدول بالمعلومات المناسبة أسفلها اسم البيئة هاي الصحراء شو خصائصها؟ شديدة الحرارة، قليلة الماء، شديدة الجفاف شو الحيوان اللي بعيش فيها؟ الجمال والثعلب اسم البيئة القطبية خصائصها شديدة البرودة، كثيرة الثلوج شو اللي بعيش فيها؟ الدب القطبي والفقمة اسم البيئة المراعي خصائص صحرتها مقبولة، أمطارها معقولة، وكثيرة الأعشاب بأسماء حيواناتها، الأغنام والأبقار سؤال التاسع تقوم الكائنات بتكيفات مختلفة عشان تحافظها حياتها اكتب اسم كائن حي أمام كل تكيف من التكيفات في الجدول الآتي بيئة الشتوي، انه اللي بيسوي فيه الأفع التلون الحربة، الهجرة، الطيور، الخداع زي القنفذ نطلع السؤال العاشر وعلي، ليش الجسم بغطي الدوب فرو ليش جسم الدوب بغطي الفرو؟ عشان يا حلوين يحميه من البارد والأعداء أدراس الخروف مسطحة وعريضة، ليش أدراس الخروف مسطحة وعريضة؟ عشان يقطع الأعشاب ويطحن الحبوب تموت السمكة إذا أخرجت من الماء لأنها تتنفس الأكسجين الذائب في الماء بواسطة الخياشين شكل بعض أنواع الفراش شبيه بأوراق النبات عشان تحمي نفسها من الأعداء السؤال الحادي عشر، بدنا نحط الصفات اللي بتميز كل كائن داخل الدائرة طلعوا هنا الكائن الحي، وهنا الفقمة، الجمل، هنا الشجرة، وهنا السمك طلعوا معي، هذا الكائن العشب البحري، هاي نباتات مائية جذورها ضعيفة، هاي سبعة، وكمان أوراقها صغيرة للحجم، وسيقانها مرينة هون الفقمة، هل يعيش في المنطقة القطبية، وتوجد تحت جلدة طبقة سميكة من الدهون الجمل يا حلوين، ليلة سنان بخزن في الدهون، ولا خوف عريض بساعدة في السهل على الرمال الشجرة هون يا أبطال، هاي أربعة، أشجار دائمة الخضرة، صيغانها سميكة وطويلة وأوراقها إبرية سميكة السمكة هون تتنفس وسطة الخياشين، وتغطي جسمها قشور صلبة ديروا بالك يا حلوين يا أبطال، هاي هي صفاء سلة الوحدة، كثير مهمات، بدي أياكم دائما ديروا بالك عليهم اليوم ما بتدرس، بتدرسهم هذول نشوفكم إن شاء الله في درس قادم، وحدة قادمة، إلى اللقاء